المدرب الشهير السابق لعديد الألنديا الإنجليزية لفريق توتنهام سابقاً وقاد كل من اللاعب مودريت وأيضاً اللاعب السابق لريال مودريت قارث بيل هاري ريدناب معنا الآن نعم مباشرة يشير لي الزملاء هاري ريدناب أهلاً وسهلاً بك كيف حالك؟ نعم بخير، شكراً شكراً لك هاري ريدناب تفضل محمد سؤال أول إذن ربما كأول سؤال إبراهيم سيد ريدناب نتحدث عن نجم الجزائري رياض محرز لاعب مونشستر سيتي واللاعب السابق للايستر سيتي تويجى بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في البطولة الإنجليزية عفواً سنة 2016 وبعديد الألقاب ما رأيك في هذا اللاعب سيد هاري ريدناب؟ هو لاعب جيد بل أقول هو لاعب ممتاز وصراحة يعجبني كثيراً سؤال آخر لهاري ريدناب نبقى دائماً مع رياض محرز ألا ترى بأنه ربما بيب جوارديولا مخطئ في رياض محرز من ناحية إشراكه يلعب في مباراة ولا يلعب في مباراة أخرى لعب فيها كان يقوم بدوره على أكمل وجه الصحيح أحياناً يلعب وأحياناً يبقى في الاحتياط لكنه لاعب جيد وشخصياً أعتقد أنه لاعب عظيم سيد هاري ريدناب ربما لو نتحدث أكثر عن وضعية رياض محرز لو نتحدث أكثر عن وضعية رياض محرز البعض في الإعلام الجزائري وحتى في الإعلام البريطاني يرى أن محرز عليه الخروج من مونشستر سيتي حتى يحظى بدقائق لعب أكثر وبمباريات أكبر هل ترى أن الحل لوضعية رياض محرز حالياً هي مغادرة سيتي نحو فريق آخر؟ لا أعتقد ذلك بل أعتقد أن مونشستر سيتي نادي كبير ويملك تشكيلة مذهلة لديه فرصة كبيرة للفوز بالدور الممتاز ورابطة الأبطال الأوروبية ومختلف الألقاب وهو يلعب تحت إشراف مدرب كبير نعم هناك أيضاً لاعب جزائري يلعب فيه البريمير ليج يتعلق مع فريق ويست هام وهو سعيد بن رحمة بكل صراحة سيد هوري ريدناب ما رأيك في هذا اللاعب الصاعد الواعد أيضاً نعم يعجبني كثيراً هو جيد وتابعته منذ أن كان في فريقه السابق برانفورد هو لاعب يملك شخصية قوية وهو مهاجم جيد نعم ربما السؤال الذي ينتظره آري ريدناب إبراهيم حول وضعية لومبارد سيد آري ريدناب لو نتحدث اليوم عن الحدث في إنجلترا في البريمير ليج كان خبر إقالة نادي تشلسي للعب السابق للفريق والمدرب الحالي فرون كلومبارد هل ترى أن هذا الأمر ربما كان قراراً صائباً من طرف إدارة البلوز تشلسي وخاصة أن هناك حديث عن تولي طوماس تخيل للعارضة الفنية للفريق نعم أشعر بخيبة أمل كبيرة لسماع خبر مغادرته نادي تشلسي أعتقد أنه يمر بفترة صعبة فقد مدير عملي في وقت صعب بالإضافة إلى مغادرة اللاعبين الجيدين يجب أن يتحلى بالصبر لكن لسوء حظه وصراحة أتأسف لرؤيته يغادر الفريق هو حقاً شخص رعاً سيد هاري ريضناف المدرب السابق لتوتنها معدي دلاندية أهل إنجليزية شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لهاري ريضناف المدرب